اهلا ومرحبا بكم بمدارس الادريسي الابتدائية الاهلية المختلطة نرحب بكم لهذا اليوم ان شاء الله راح ناخد اليوم درس جديد ولكن قبل ما ااخد درس جديد اردسل عن احوالكم شلونكم ان شاء الله يارب تكونون بصحة وسلامة وخير طبعا اخذنا بالدرس السابق يا اولادي المهن الصحية وقلنا ان المهن الصحية او العفوان التعبير الكتابي المهن الصحية وهو عبارة عن ارقام غير متسلسلة وايضا شرحنا هذا الدرس وقلنا المهن الصحية اذا شعرنا بمرض اين نذهب وايضا الطبيب اين يعمل وايضا الممرضون يكونون مساعدين للاطباء وشرحنا هذا الدرس ان شاء الله اليوم راح ناخد درس جديد ومثل ما احنا متعودين انا ياكم دائما قاني اقرأ الدرس وانتوا تقشرون على الكلمات وتتبعون وياي كلمة كلمة وايضا اااااااااا تحاولون انو ترددون وراي الكلمات يلا راح أبدأني وانتم تبغوا موضوعنا لهذا اليوم طبعا هو العيد صفحة 53 العيد صفحة 53 انا راح اقرأ الدرس وانتم تبغوا العيد احمد انا احب العيدة واختي فاطمة تحب العيدة فاطمة كلنا نفرح بالعيد الام نلبس الملابس النظيفة والجميلة في العيد احمد عندي ثياب نظيفة وجميلة اقلب صفحة ماما فاطمة وانا عندي ثياب نظيفة وجميلة الاب غدا يوم العيد نفرح بزيارة اقاربنا وجيراننا وأصدقائنا ونذهب الى الملاعب والحدائق والحدائق استيقظ احمد مبكرا في صباح يوم العيد وانا عندي ثياب نظيفة وانا عندي ثياب نظيفة احمد وانا عندي ثياب نظيفة وانا عندي ثياب نظيفة وانا تذكرون درس التعبير الكتابي ايام العطر والاعياد اي نعم اي شي تذكروا وقلنا بالدرس السابق انو بعد ذاك الدرس عفوا انو التعبير الكتابي ما لأيام العطر والاعياد شون الاعياد قلنا انو الاعياد هي عدنا اربع اعياد بالسنة من ضمن هين عيد الفطر المبارك وعيد الابحار المبارك طبعا انا شو راح تلكم وقتها وقلنا شون الاعياد العيد اللي يجي بعد رمضان واسميه عيد الفطر المبارك الان اليوم عدنا درس هو العيد طبعا راح ابدي اشرح احمد ولد اسمه احمد من الولد تلاحظون بالصورة هاي اوم تتلبس ابنها هذا الولد اسمه احمد احمد عنده شنو عنده اخت ما اسمها اسمها فاطمة احمد ماذا يقول احمد ماذا قال قال انا احب العيدة انا احب العيدة يعني احمد قال انا احب العيد وايضا اختي فاطمة تحب العيدة فاطمة ماذا قالت قالت كلنا نفرح بالعيد يعني منهم يعني كنا الاطفال احنا من يجي العيد نفرح بي وايضا الكبار عندما يأتي العيد يفرحون بي لانه ما هو بالعيد نخرج الى الملاعب نذهب الى الحدائق نذهب الى الاقارب نذهب الى الاصدقاء فلذلك الاطفال وايضا الكبار يفرحون عندما يأتي العيد ماذا قالت الام الام قالت نلبس الملابس النظيفة والجميلة في العيد طبعا كنا مثل ما تعرفون عندما يجي علينا العيد اطفال يقعدون الصباح وانتو نلبس الملابس النظيفة ونلبسنا ملابس جديدة نسميها ملابس العيد احمد ماذا قال قال عندي ثياب نظيفة وجميلة ما ماذا تنتبهون عليه شوند الفوم كلمة ثياب نظيفة جميلة هذي شنو الحركة الفوق هاي الكلمات ما اذا اسميها يا تنوين احسنتم ثياب هذي تنوين الضم نظيفة هذي يا تنوين تنوين الضم وايضا كلمة جميلة تنوين الضم فاطمة ماذا قالت فاطمة ايضا قالت الاخوها انا وانا عندي ثياب نظيفة وجميلة فاطمة قالت الاخوها قالت لاخيها ايضا انا همينة انا كذلك انا عندي انا عندي ثياب يعني ملابس نظيفة وجميلة الاب ابو فاطمة وابو احمد ماذا قال قال غدا يوم والعيد يعني شنو غدا يعني غدا يوم والعيد يعني هذا ما تنوين الفتح غدا غدا كلمة غدا هذا التنوين الفوق الحرف ماذا اسميه اسميه تنوين الفتح تنوين الفتح نفرح بزيارة اقاربنا وجيراننا وجيراننا واصدقائنا ونذهب الى الملاعب والحدائق الاب ايش قال قال غدا يوم العيد ماذا نفعل في يوم العيد نذهب الى الى اقارب وجيران والاصدقاء وايضا نذهب الى الملاعب والحدائق ماما اريدكم اتلاعبون ويايا كلمة اصدقائنا اصدقائنا هاي الهمزة باع الهمزة علي من محطوطة على كرسي كتبنا الهمزة على كرسي ليش كتبنا الهمزة على كرسي لان الهمزة مكسورة اذا اخذ هذي الملاحبة وتحطوها ببالكم كل جزيلا لما تجيني عندما تاتي الهمزة مكسورة فاننا نضعها على كرسي يعني ما يصير اخليها على الاف ما يصير اخليها على الواو ما يجلز اخليها على الياء لا خليها علي من على كرسي وباوع لي شان لألفظ الكلمة واصدقاء واصدقائنا واصدقائنا شوف شان تهجيتها ايضا كلمة الحدائق باوعلي شون ألفظ كلمة الحدائق الحداء ايه ايه الهمزة شون لفظتها مكسورة فلذلك كتبتها على يمن على كرسي نكمل استيقظ أحمد استيقظ أحمد مبكرا استيقظ أحمد مبكرا يعني شون استيقظ أحمد مبكرا يعني هذا الولد الإسم أحمد الحباب قعد مبكر يعني استيقظ يعني قعد من النوم مبكرا يعني من وقت باوعلي على كلمة مبكرا ركزوني ماماتي على كلمة مبكرا مبكرا هاي الحركتين فوق الحرف ماذا أسميها حركتين فوق الحرف شنو ممتاز أحسنتم تنوين الفتح استيقظ أحمدو مبكرا في صباح يوم العيد يعني بيوم العيد استيقظ أحمد من النوم في وقت مبكر ولبس ملابس العيد لبس ملابس مع العيد وأيضا استيقظت فاطمة أخته فاطمة استيقظت شنو استيقظت همنا مبكرة ولبست ملابس العيد هنا ماما عندي ملاحظة لكم هتقولوا لي شنو الملاحظة المهمة أنا أقول لكم أنا مو عندي تنوين فتح وتنوين ضم وتنوين كسر تنوين الفتح عندما أريد أن أضيف على كلمة تنوين فتح ماذا أفعل؟ يعني باوعلي على كلمة مبكرا من كتبة كلمة مبكرا هي كلمة مبكر لكن عندما أريد أن أضيف لها التنوين الفتح ماذا تصبح؟ تصبح مبكرا مبكرا لما حطيت تنوين الفتح جبت آ خليت آ خليت فوق الآ تنوين فتح هاي كل الكلمات اللي أريد أن أضيف لها تنوين فتح أجيب آ ولكن ما عدا عندي هالسباعيلي على كلمة مبكرة جبت آ لا ستما خلينا آ ما محطوطة بالكتاب آ إذن عندما تنتهي الكلمة بتاء مربوطة أو تاء أم التسعة أما تاء مربوطة هاي الدويرة أو تاء مثل التسعة ما يصر أخلي آ قبل أخلي تنوين الفتح فوق التاء المربوطة همتوني الملاحظة شني؟ أعيد لمن موجودة عندما أريد أن أضيف تنوين فتح إلى الكلمة ولكن هذه الكلمة تنتهي بتاء مربوطة أو تنتهي بتاء شكل التسعة ما يجوز أجيب ألف وخلي ألف وخلي تنوين فتح لا تنوين الفتح يقع مباشرة فوق التاء المربوطة شوف هاي نحس كلمة مبكرة كلمة أصلها مبكر عندما أريد أضيف لها تنوين فتح خليت آ خليت فوقها تنوين الفتح ولكن مبكرة عندما أريد أن أضيف لها تنوين فتح خليت مباشرة تنوين فتح من دون ما أجيب أو من دون ما أضيف العفو كلمة العفو أضيف كلمة العلف حرف العلف عفوا يلا نرجع حسن نكمل الدرس فاطمة عيدك مبارك يا أحمد فاطمة من قاعدة الصبح عيدت أخوها قالت لعيدك مبارك يا أحمد مثلكم أنتو الحبابين من بيوم العيد تقعدون زعيدون أخوانكم زعيدون أخواتكم كل عامل وأنت بخير ماما لاحظت على كلمة عامل هذه يا تنوين عامل كسرتين تحت الحرف ممتاز أحسنتم يا شطار تنوين كسر أحمد عيدك مبارك يا فاطمة مبارك يا تنوين ممتاز تنوين الضام كل عام وعنت بخير ذهب الاثنان إلى الأبي والأم وقبلاهما وقالا لهما أحمد وفاطمة أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الأب والأم يعني راحوا على ماما وعلى بابا أيضا قال لهما ماذا قال الأحمد وفاطمة؟ قال عيدك مبارك يا أبي عيدك مبارك يا أمي وفرح الجميع عيدوا ماما وعيدوا بابا وفرح الجميع الآن انتهى شرحنا للدرس بعد قليل ماما راح نزل لكم أيضا بعض الكلمات التي بها صعوبة وريدكم تنتبهون على المعنى يعني العفو على طريقة كتابة الكلمة ترجمة نانسي قنقر